بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا عزائي طلاب وطالبات الصف الثالث تنوي اليوم بمشيئة الله سنكمل بقية الدرس الثاني في الباب الثاني من منهج رياضيات خمسة وهو عبارة عن حل المعادلات والمتباينات الأسية سنتعلم اليوم حل المتباينات الأسية طبعا حل المعادلات الأسية خذناه في الدرس السابق أيضا سنحل مسائل تتضمن نموا أسيا ونضم حلالا أسيا من أهم المفردات التي سنتعلمها اليوم هو الربح المركب والمتباينة الأسية أولا توقفنا أمس عن مثال من واقع الحياة من ثلاثة واقع الحياة محلولة لديكم عزائي طلاب في الكتاب الرجاء قراءتها ثم بعد ذلك كتابة الأسئلة والإجابة عليها ثم مناقشتها لدينا الآن تحقق من فهمك شبيه تماما بمثال الموجود أو المحلول لدينا في الكتاب تحقق من فهمك وعبارة عن إعادة تصنيع أنتج مصنع ثلاثة بوينت اثنين ملايين عبوة بلاستيكية عام 1436 وفي عام 1440 هجريا أنتج 420 ألف عبوة بإعادة تصنيع العبوات التي أنتجها عام 1460 أنتج في عام 1460 تقريبا ثلاث ملايين ومتين ألف عبوة بعدها بأربع سنوات عام 1440 أعادة تصنيع العبوات القديمة شيء طبيعي سيقل العدد كان 420 عبوة بلاستيكية مفترضاً له إيه؟ مفترضاً أن إعادة تصنيع استمرت بالمعدل نفسه اكتب دالة أسية على الصورة ي يساوي إيه في بي أس إكس تمثل عدد العبوات المعادة تصنيعها وي بعد إكس سنة مقرباً الناتج إلى أقرب منزلتين عشريتين أولاً يجب أن أفهم مطلوب مني معادلة أسية المعادلة الأسية عبارة عن تكون على الصورة Y تساوي A في بي أس إكس معادلة أسية يكون المجهول لدينا في اللي هم موجود عندنا في الأس ثاني شيء يجب أن أخطط كيف سنخطط؟ نأخذ المعطيات وبنحطها أمامنا على الشاشة طبعاً أنا عندي 3.2 ملايين عبوة طبعاً هو قال بالملايين فأنا راح أضربها طبعاً في اللي هو راح عشان أحرك الفاصلة ستة أعداد راح تكون راح أضربها في 100 طبعاً راح يكون عندي هنا تساوي 3 مليون راح أضربها عفواً في مليون 3 مليون و200 ألف حولت عام كم؟ عام ألف راح نأخذ العام اللي هو السنة عام 1436 وفي عام 1440 تم إنتاج العبوات أو إعادة تصنيع العبوات القديمة كانت عبارة عن اللي هو 420 ألف عبوة طلب مني إيجاد دالة أسية على هذه الصورة طبعاً هنا كم الفرق؟ نجي الآن راح أمسح اللي فوق عشان تكون واضحة عندكم طبعاً عشان نحولها نحولناها إلى الملايين اللي هو هنا معليش 300 و200 ألف عبوة 3 مليون و200 ألف عبوة طبعاً الفرق في السنوات السنة هنا عندي إكس تساوي أربعة ليش إكس تساوي أربعة؟ بعد أربع سنوات كانت العبوات 420 ألف يعني هنا السنة بداية التصنيع كان لسه ما بعد كمل سنة إذن إكس بتساوي صفر أنا الآن خططت راح أبدأ بالحل كيف نبدأ بالحل؟ أبدأ في الحل يجب هو يبغى معادلة أو يبغى معادلة أكتال لأسية يبغاني أوجدها على هذه الصورة يعني لازم أوجد قيمة A وقيمة B كيف راح نوجدها؟ راح أوجدها أولاً بالتخطيط الأول اللي أنا سويته وين التخطيط الأول أرقمه لكم؟ هذا هو التخطيط الأول وهذا هو التخطيط الثاني اللي أنا سويته أو البيانات اللي أنا نزلتها أجي الآن نرفع الصبورة شوي عشان يكون لدي مساحة للحل راح نحل مع بعض راح أقول Y Y كم تساوي؟ Y عندنا عبارة عن 3200 ألف تساوي A في B أس X X هو عبارة عن عدد السنوات قلنا في البداية ما مر عليها ولا سنة إذا عدد السنوات كم يساوي؟ يساوي صفر وأي عدد أو متغير أس صفر من قوانين الأسس يساوي ماذا؟ يساوي واحد راح يساوي هذا واحد A في واحد بيعطيني إيه؟ إذن قيمة A راح تطلع عندي عبارة عن 3 مليون و 200 ألف طيب كيف أطلع قيمة B؟ راح أطلع قيمة B من المعطى الثاني اللي عندي هنا أو من التخطيط الثاني أجي الآن خلاص موجودة عندي قيمة Y قيمة Y عندي أنا راح أستخدم هذا التخطيط قيمة Y 420 ألف تساوي أفوا نحاول نسحبها هنا علشان يكون عندي مساحة للحال 420 ألف تساوي إيه؟ كم قيمة إيه؟ أنا طلعتها في البداية اللي هي 3 مليون و 200 ألف في B أس كم؟ أس أربعة لأن عدد السنوات هنا كان بعد أربع سنوات طيب أنا أبغى الB فقط راح نقسم على معامل الB وراح أطلع الجذر الرابع للطرفيه ليش أطلع الجذر الرابع؟ علشان أتخلص من الأس لازم أجيب جذر يساوي للأس راح تكون عندي B تساوي الجذر الرابع لـ 420 ألف على 3 مليون و 200 ألف نطلعها معنا بالآلة الحاسبة طبعاً يبغاها شوي أرفع الصبورة أيضاً إلى آلة عشان نكمل ورح أطلعها معاكم أعزائي الطلاب بالآلة الحاسبة راح يكون عندي هنا أخذ الجذر الرابع راح أخذ shift علشان عندي الخيارات اللي باللون الأصفر تطلع في المربع اللي فوق راح يكون أربعة أحرك راح أحط كسر اللي هو البس راح يكون 420 ألف على 3 مليون و 200 ألف ونطلع القيمة هو يبغى أقرب منزلتين عشريتين راح أقول 0.60 من 100 تساوي 0.60 من 100 طلعت هنا أعزائي الطلاب قيمة ال-B وهذه قيمة ال-A الآن أقدر أكتب دالة أصية نعم راح نقدر نكتب دالة أصية اللي هو المطلوب عندي في المسألة الدالة الأصية يبغاها على الصورة Y يبغاها على الصورة Y تساوي A في B أس إكس إذن دالة الدالة Y وال-Y لما أشيلها أعصنا الدالة ال-Y أو رمز الدالة هو عبارة عن Y F-X أقدر أحولها ال-Y ولازم بما أنها دالة أصية يعني معناها عندنا الأص مفروض أني ما أحرك دالة أصية المتغيرة يكون في الأص راح تكون تساوي قيمة ال-A اللي هي ثلاثة مليون ومئتين ألف ثلاثة مليون ومئتين ألف مضروبة في قيمة ال-B صفر بوينت ستين من مئة أس إكس هذه الدالة الأصية المطلوبة اللي أنا طلعتها طبعا هو ليش طلب مني أطلع دالة أصية لأنه يبغا يسألني عن إنتاج المصنع بعد عدة سنوات يعني مثلا بعد خمسة عشر سنة أو ست عشر سنة أشيل الأكس أعوض عنها بعدد السنوات وأشوف إنتاج المصنع طبيعيا وذهنيا من فهمنا للسؤال إن كل سنة بعدها راح يقل الإنتاج لأنني أنا ما أصنع عبوات جديدة أنا يتم إعادة تصنيع العبوات القديمة أفرح يقل الإنتاج عندي ننتقل بعد ذلك لفقرة B كم تتوقع أن يكون عدد العبوات المعاد التصنيع عام 1481 طبعا الدالة اللي أنا طلعتها اللي هي عام 1440 راح تكون عبارة عن Y أكتبها مرة ثانية هنا اللي 3200000 في صفر بوينت 60 أس إكس عام 1481 الفرق بين 1481 و 1440 كم سنة؟ 41 سنة راح أشيل الأس وعوض عنه ب41 سنة نجي الآن هنا راح تكون تساوي 3200000 في صفر بوينت 60 أس 41 شي طبيعي راح يطلع العدد صغير أو ممكن يكون إنتاج المصنع أيضا يساوي صفر نجي الآن راح أطلعها راح تكون عبارة عن ثلاثة مليون و 200000 واحد ثلاث بعدين أفتح قوس صفر بوينت 60 نقلق القوس أس واحد واربع يطلع لي هذا العدد اللي هو ثنين بوينت خمسة اللي هو راح يطلع لي أحط لكم طبعا بحوله ضرب عشرة أو السالب ثلاثة ضرب عشرة أو السالب ثلاثة راح أشطح لكم معنى هذا العدد ثنين بوينت بس ستة ستة خمسة خمسة ثنين بوينت ستة ستة خمسة خمسة مليش بس ننقل العدد بشكل صحيح ثمانية تسعة خمسة واحد ثمانية تسعة خمسة واحد مضروب في كام؟ مضروب في عشرة والسالب ثلاثة هذا العدد يكون على الشكل ماذا؟ لو جيت أنا أحوله إلى كسر راح أنزل العدد بدون فواصل راح أنزل العدد كاملا بدون فواصل بعدين بقسم على عدد الأعداد بعد الفواصل هو تحرك عندي كم؟ تحرك عندي تسعة أعداد بعد الفاصلة لو لاحظنا يوجد عندي تسعة أعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يوجد في عدد ناقص لحظة خمسة يفي خمسة في خمسة قبل هذه نعم يكون عندي هنا خمسة تقريبا تسعة أعداد إذن راح أقسم على كم؟ يكون على مليار بعد ذلك ما معنى ضرب أشرة أسالب ثلاثة؟ أيضا زيادة ثلاثة أصفار شي طبيعي في القسمة إذا كان العدد اللي في البسط أصغر من العدد للمقام راح يكون عندي العدد جدا صغير والفارق جدا كبير راح يطلع تقريبا صفر بوينت أعداد معناها المصنع عام 1481 سيكون إنتاجه صفر من العبوات لن ينتج المصنع أي عبوة بإعادة تصنيع العبوات السابقة ننتقل بعد ذلك إلى المفهوم الثاني في درسنا اليوم اللي هو عبارة عن الربح المركب تستعمل الدوال الأسية في مساعل تتضمن الربح المركب وهو الربح الذي يحسب المبلغ المستثمر رأس المال مضافا إليه أي أرباح سابقة وليس فقط عن رأس المال كما هو في الربح البسيط في فرق بين الربح المركب والربح البسيط الربح المركب اللي هو مترتب على إضافات شهرية أو إضافات سنوية لكن الربح البسيط اللي أنا أخذه كل شهر مثلا نجي الآن عندنا هنا في الربح المركب يمكنك حساب الربح المركب باستعمال هذه الصيغة الصيغة اللي هي A تساوي P في 1 زاعد R على N أس N في T A هو المبلغ الكلي إذا أنا أبغى أطلع المبلغ الكلي اللي هو رأس المال مع الربح عندنا T اللي هي عدد السنوات لو أنا مثلا أبغى الأرباح بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات أشيل T وعوض عنها بعدد السنوات اللي أنا طالبتها P المبلغ الأصلي المبلغ الأصلي له رأس المال اللي أنا بدأت فيه هذا المشروع نجي عند R R هو عبارة عن معدل الربح السنوي بأن قال لي معدل إذن R رح يعطينيها نسبة ماوية لما أجي أحلها في المثال ما أحلها كنسبة ماوية يجب أن أقسم هذه النسبة على 100 بعد ذلك انحلها المتوقع إن عدد مرات إضافة الأرباح إلى رأس المال في السنة مت أنا لو بقول أني أضيف الأرباح كل شهر إذن عدد إضافة الأرباح رح يكون 12 لأن في السنة 12 شهر لو قلت أنا أضيف الأرباح 3 مرات في السنة كل شهر كل شهر 3 مرات رح أضرب 3 في عدد الأشهر في السنة رح يساوي 36 مرة هذا معنى أو عبارة عن القانون أو معاني الرموز اللي موجودة عندي في القانون نأخذ مثال على ذلك استثمر حمد مبلغ 25 ألف ريال في مشروع تجاري متوقعا ربحا سنويا نسبته 4.2% بحيث تضاف الأرباح لاحظوا هنا 25 ألف ريال والنسبة 4.2% تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر هذا من ضمن المعطيات أيضا ما المبلغ المتوقع بدأ 15 سنة مقربا إلى أقرم منزلتين عشريتين أول شيء أفهم مش أفهم طالب مني الأرباح بعد 15 سنة التخطيط التخطيط أني راح أطلع القيم القانون عندي عبارة عن A يساوي P في 1 زائد R على N في N على T أو S N على T طيب التخطيط أيضا أطلع قيمة P ما هي قيمة P اللي هو المبلغ الأصلي هذه هي قيمة P وقيمة R اللي هو معدل الربح السنوي اللي هو 4.2% لكن هل أنا بحلها ب4.2% لا ممتاز راح نقصب علاميها علشان نعولها إلى عدد N هو عبارة عن عدد إضافة المرات في إضافة المال هو قال لي أضيف المال أضيف الأرباح إلى رأس المال كل شهر ويبغى القيمة بعد 15 سنة السنة الوحدة كم فيها من شهر؟ يوجد فيها 12 شهر إذن N كل شهر معناها N تساوي 12 T هو عبارة عن عدد السنوات اللي طلب مني الأرباح فيها اللي هي 15 سنة الحل أعوض في القانون بعد ما أعوض في القانون رح يطلع للربح المركب التحقق كيف نتحقق؟ أخذنا في معمل الحاسبة البيانية كيف نكتب المعادلات والدوالة الأسية أروح أكتب الدالة الأسية اللي أمامي اللي راح أطلعها من غير ما أعوض بعدد السنوات لما تطلع لي الرسمة رح أضغط زي ما علمتكم F5 F6 F1 واكتب قيمة T تساوي 15 لازم قيمة في الآلة الحاسبة تطلع نفس القيمة اللي أنا طلعتها اللي في الحاسبة البيانية نستعرض مع أن نحل المثال استثمر حمد المبلغ هنا لاحظوا أفهم اللي هي نوجد المبلغ بعده 15 سنة التخطيط جاب لي القانون وطلع لي ماذا يقصد زي ما قلنا بهي رأس المال R معدل الربح السنوي N 12 اللي 12 مرة كل سنة يعني كل شهر مرة و T بعده 15 سنة الحل عوض تعويض مباشر أشيل بهي وعوض عنها وشيل ال R بعد القسمة علاميها وعوض عنها وعوض بال N وحط الأس اللي هو N في T 12 في 15 طلع لي المبلغ 4688.66% في تحقق من فهمك عزي الطلاب أعطيكم دقيقة واحدة يجب أن نفهم ثم نخطط ثم نحل لديكم عزي الطلاب دقيقة واحدة أقل شيء لو تحاولون التخطيط ونحل مع بعض استثمر علي مبلغ 100 ألف ريال في مشروع تجاري متوقعا ربحا سنويا نسبته 12% بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال مرتين شهريا ما المبلغ المتوقع بعد خمس سنوات مقربا الناتج إلى أقرب منزلتين أشريتين تبقى 16 ثانية عزي الطلاب انتهى الوقت نفهم أولا يريد مني المبلغ الكلي بعد خمس سنوات نخطط علشان أخطط أكتب القانون P1 زاعد R على N في N أو T اللي هو الربح المركب يساوي P قلنا ماذا تعني؟ تعني المبلغ الأصلي ممتاز اللي هي 100 ألف في 1 زاعد R هو معدل الربح السنوي هذا هو معدل الربح 12% لما أقسمها على 100 راح تكون 0.12 من 100 على N N قال لي رأس المال مرتين شهريا مرتين شهريا إذن سيكون ماذا؟ N ممتاز سيكون 24 لأن عندي يعني معناها كل شهر أنا بضيف الربح مرتين ويوجد في السنة 12 شهر 12 ضرب 2 راح يعطيني 24 N 24 ضرب T اللي هو عدد السنوات اللي هو طالبة مني 5 سنوات بعد ذلك بعد ذلك نحلها مع بعض نجي الآن أول شيء 100 ألف نفتح قوس 1 زائد بعد ذلك الكسر 0.12 10 على 24 بعد ذلك أحرك أسكر القوس قوس اللي هو عبارة عن 24 ضرب 5 سنوات راح يعطيني الربح المركب عبارة عن 181.939 بما أنه قال لي إلى أقرب منزلتين عشريتين راح يكون 0.67% تقريبا لو قلنا الربح من غير رأس المال نطرح 100 ألف من هذا راح يكون الربح عبارة عندنا اللي هو طبعا الربح المركب لأنه مبني على رأس المال راح يكون عبارة عن 81.939 هذا هو عبارة عن مفهوم الربح المركب ننتقل إلى المفهوم الآخر أو آخر مفهوم اللي هو في درس حل المعادلات والمتباينات الأسية حل المتباينات راح أخذنا حل المعادلات راح نأخذ حل المتباينات المتباينة الأسية هي متباينة تتضمن عبارة أسية أو أكثر خاصية التباين لدالة النمو سبق قلت لكم ما معنى دالة النمو هي الدال التي تتزايد حيث أن بي أكبر من واحد يعني فيها تزايد فإن بي أس إكس تساوي بي أس واي إذا كان وإذا فقط إذا كان عندي أكس أكبر من الوا ما معنى هذا؟ نحن راح نحل المتباينة الأسية نفس الحل المعادلة الأسية راح أعمل على الأساس وأساوي الأساس بعد كذا بعد ما يتساوي عندي الأساس راح أشتغل على الأسس لو لاحظنا هنا هذه الأسس لكن الفرق إن المعادلة يكون الحل عدد لكن المتباينة يكون الحل عبارة عن فترة نجي الآن طبعا معطيني هنا مثال على ذلك إذا كانت إن أس إكس أكبر من إثنين أس ستة الأثنين تعادل عندنا إذن حل هذه المتباينة إكس أكبر من ستة أكس أكبر من ستة أخذتوا أنتم كيف تحولونها إلى فترات في الباب الأول خاصية التباين لدالة الإضمحلال نفسها لكن الدالة عندي تكون متناقصة والبي ما تكون أكبر من الواحد البي تكون محصورة بين الصفر والواحد أيضا راح نعمل على مساواة الأساس ثم نشتغل على الأسس حل المتباينة ستة عش أس ثنين إكس ناقص ثلاثة أقل من ثمانية لازم أفهم نفهم ماذا يريد مني حل متباينة أنا فاما حل المتباينة أني لازم أساوي الأساس مع بعض ولازم يكون عندي الحل عبارة عن فترة أو منطقة حل هنا بخطط التخطيط أني لازم أحلل الأعداد أو أساوي الأسس الآن عندنا قبل ما أباحل أجي الآن عند الستعاش الأساس الأول ستعاش والأساس الثاني ثمانية بحاول أساوي العدد الكبير بالعدد الصغير هل يوجد ثمانية لها أس تساوي ستعاش مستحيل أقل شيء عندي ثمانية أس ثنين يعطيني أربعة وستين ما يعطيني ستعاش إذن أنا هنا بهذه الحالة وش راح أسوي راح أحلل العددين إلى عددين أصغر أجي الآن الستعاش تتحلل إلى أربعة أس ثنين والثمانية هل عندي أربعة أس كم؟ لا يوجد أربعة أس ثنين تعطيني ستعاش وأربعة أس واحد تعطيني أربعة إذن ما عندي عدد يعطيني الثمانية إذن راح أحلل إلى عدد أصغر أو إلى عوامل أولية ما هو العدد الأصغر؟ راح أحلل الستعاش إلى ثنين الستعاش عبارة عن أربعة في أربعة اللي هو اثنين في اثنين في اثنين في اثنين والثمانية عبارة عن أربعة في اثنين اللي هي اثنين في اثنين في اثنين إذن الستعاش راح تكون اثنين أس ثلاثة عفواً اثنين أس أربعة وهنا راح تكون اثنين أس ثلاثة بعد ما أنزل اثنين أس أربعة بارفع لها الأس الثاني اللي هو اثنين اكس ناقص ثلاثة أيضا عندنا الثمانية راح تنزل معلها أس راح ينزل لي أس واحد نستعرض معنى الحل مثال أربعة حل المتباينة لو لاحظنا هنا حلالي 16 إلى 2 رفحها الأس أربعة والثمانية صارت أثنين أس ثلاثة هنا الأربعة قوة مرفوع إلى قوة ما هي القوة الثانية؟ اللي هي 2X ناقص 3 وزعنا الأربعة 4 في 2X عطاني ثمانية إكس وأربعة في سالب 3 عطاني سالب 12 تساوى الأساس إذن أشتغلي هنا على الأسس ننقل العدد للطرف الثاني بدل ما يصير سالب صار موجب صار 15 أنا أبغى الإكس فقط قسمت على معامل الإكس إكس أقل من 15 على 8 كيف كنا نكتب الفترة إذا كانت أقل من نبدأ بماذا؟ نبدأ بسالب مال نهاية وننتهي بالعدد الفترة مفتوحة أو مغلقة؟ الفترة راح تكون مفتوحة لماذا؟ لعدم وجود مساوة راح أحل معاكم أعزائي الطلاب أربعة A وانتوا براح تحلون أربعة B نشاط منزلي أربعة A بشتغل على الأساس قبل ما أشتغل على الأساس ثلاثة أس 2 إكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي أنا عندي كسر علشان يكون أسهل لي راح أرفع للبسط لما أرفع للبسط راح أرفع لي أس ماذا؟ ممتاز راح أرفع لي أس سالب واحد 243 أس سالب واحد أنا الآن ببحث عن عدد يساوي 243 طبعاً اللي هو ثلاثة يعني ببحث عن عدد ثلاثة أس كم؟ يعطيني 243 راح أجرب ثلاثة أس اثنين ثلاثة أس ثلاثة أس أربعة إلى أن نتوصل معاً إلى لاحظوا العدد اللي راح يكون معنا اللي هو ثلاثة أس خمسة عفواً راح يكون عندي ثلاثة أس خمسة لو لاحظنا راح يعطيني 243 هو اللي راح أشتغل عليه بعد كذا راح تنزل عندي ثلاثة أكبر من أو تساوي ثلاثة أس اكس ناقص واحد أكمل حل المسألة ثلاثة أس خمسة لكل أس سالب واحد أو ممكن نضربها على طول مع بعض خمسة أس خمسة والأس سالب واحد أضرب خمسة في سالب واحد بيعطيني سالب خمسة نجي ننزلها هنا راح يكون ثلاثة أس اثنين أكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي ثلاثة أس سالب خمسة بعد ما ضربت القوة ببعض لو لاحظنا عزائي الطلاب هنا عندي الأساس تساوى إذن ش راح أسوي راح نشتغل على الأسس ما هي الأسس؟ اثنين أكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي سالب خمسة أطرح واحد من الطرفين أو عفوا أجمع واحد على الطرفين لما أجمع في الطرف الأول واحد يتبقى عندي اثنين أكس أكبر من أو تساوي سالب أربعة أضغى أكس فقط راح أقسم هنا على اثنين ورح أقسم هنا على اثنين راح تكون عندي عبارة عن أكس أكبر من أو تساوي سالب أربعة تقسيم اثنين سالب اثنين أكس أكبر من إذن نبدأ بالعدد وننتهي بمال نهاية في مساواة راح تكون الفترة مونظمة من سالب 2 إلى مال نهاية وبكذا نكون ختمنا اللي هو الدرس الثاني في الباب الأول من ضمن اللي أخذناه اليوم أخذنا اللي هي أمثلة من واقع الحياة في حل المعادلات الأسية أخذنا أيضا أمثلة على الربح المركب وتعلمنا كيف نحل المتباينة الأسية شبيهة بحل المعادلة الاختلاف فقط يكون في الناتج النهائي المعادلة عدد والمتباينة تكون فترة وفي ختام درسنا لهذا اليوم لن نتعلم ما لم نتدرب بوابة التعليم الوطني يعين لكم خير ومعين التقدم لكل درس اختبارات ومراجعات وتشويقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته